انتصارات متسارعة وتقدم جديد ونوعي تحرزه قوات المقاومة اليمنية في الحديدة فقد وصلت هذه القوات وفي طليعتها الوية العمالقة إلى الخط الرابط بين منطقة كيلو 16 ومدينة الحديدة ويعد هذا الخط طريق الإمداد الرئيسي للحوثيين خاصة تلك القادمة من إب وصنع وبقطعه تكون ميليشيات الحوثي قد أصبحت بين فكي كماشة مما يمهد الطريق نحو شن عملية عسكرية من محورين الأول باتجاه ميناء الحديدة والثاني من الاتجاه الشرقي من محور كيلو 16 إلى داخل المحافظة تطورات مفاجئة ومباغتة أربكت حسابات ميليشيات الانقلاب وكبدتهم خسائر مادية ومعنوية وبشرية وتأتي بعد أن تمكنت القوات المشتركة وألوية العمالقة من الالتفاف على المتمردين في جبهة الدريهمي باتجاه قرية الجريبة قرب الخط الفاصل كيلو 16 مما أصفر عن مصرع وإصابة العشرات من المتمردين بينهم قادة ميدانيون في ميليشيات الانقلاب تقدم نوعي جاء بإسناد جوي وغارات مكثفة من مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع المتمردين وتعزيزاتهم في منطقة الجبانة وجولة الأقرع ومديرية المنيرة تطورات يقول مراقبون إنها تنذر عملية عسكرية قادمة قد تكون شاملة وحاسمة من شأنها أن تنتزع الحديدة من ميليشيات الحوثي بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر